منع توسع حلف شمال الأطلسي يشكل أحد أهداف ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة والتي فشل الكريملين في تحقيقها فشلاً ذريعاً ومنذ الرابع والعشرين من فبراير لعام 2022 زاد طول حدود حلف الناتو مع روسيا بنحو 1300 كيلو متر وهذا ما قبل اندمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي والذي سيتم في المستقبل القريب هذا يوم تاروخي فهو يجعل حلف شمال الأطلسي أقوى هو السويد أكثر أماناً ويجعلنا جميعاً أكثر أماناً كما إنه يبعث إشارة واضحة للغاية إلى الرئيس بوتين مفادها أن أبواب الناتو مفتوحة وعلينا أن نتذكر أنه دخل الحرب ليغلق أبواب الحلف وحدث العكس تماماً بعد ضم فنلندا كما تتذكرون تضاعفت حدود الناتو مع روسيا والآن سوف تصبح السويد عضواً كما أصبحت أوكرانيا أقرب إلى العضوية من أي وقت مضى رداً على ذلك تتحدث قيادة روسيا الاتحادية بشكل متزايد عن اشتباك مباشر مع القوات الروسية وقوات الناتو وبحسب الخبراء بالنظر إلى عدد المرات التي يخلق فيها الكريملين لنفسه دريعة لشن هجمات على دول أخرى لا يمكن استبعاد سيناريو غزو القوات الروسية لأراضي التحالف يمكن لروسيا أن تهجم إحدى الدول الناتو من أجل خسارة الحلف وسوف يكون من الأسهل عليهم أن يشرحوا لسكانهم وشعبهم العادي كما ترون نعم لقد قاتلنا وقاتلنا وكنا سنفعل كل شيء بسهولة للغاية ولكن الآن شاركت كل دول حلف شمال الأطلسي بالطبع نحن مضطرون للذهاب إلى نوع ما من عملية التفاوض ودعم الحرب الكبيرة وبالتالي وقفها وقد يكون هذا تفسيراً لمثل هذا الهجوم ويشكك الخبراء في نجاح العملية العسكرية للقوات الروسية على أراضي الدول الناتو فقد أرسل الكريملين معظم قوته البشرية إلى الجبهة في أوكرانيا كما أن تكنولوجيا الأسلحة الروسية أدنى بعشرات المرات من نظيرتها الغربية وقد ثبت ذلك عملياً من قبل القوات المسلحة الأوكرانية إذا كانت لدى روسيا القوات والوسائل اللازمة للقيام بأعمال عدائية واسعة النطاق في أي مكان فإنها ستستخدم هذه القوات والوسائل أولاً في أوكرانيا سوف يستخدمونها على الجبهة الأوكرانية الروسية وسوف يستخدمونها لتدمير المزيد من المدن الأوكرانية وقتل المزيد من الشعب الأوكراني والمدنيين في كييف وخاركيف وأودسا والفيف ومدن أخرى وفي الوقت نفسه تستعد دول الناتو للإستفزازات المحتملة من قبل روسيا وفي وقت سابق صرحت وزيرة التكامل الأوروبي في أوكرانيا أولغا ستيفانشينكا أنه في خمس دول على الأقل من التحالف تتم محاكاة سيناريو الحرب مع روسيا ونشرت صحيفة بيلد الألمانية وثائقاً سرية يزعم أنها تحتوي على خطة عمله لقوات الناتو في حالة العدوان الروسي بغد النظر عن خطة الكريملين فإن حلف شمال الأطلسي يجب أن يكون مستعداً لصد أي عدوان من جانب روسيا وبطبيعة الحال يدرس الجيش مثل هذه الخيارات وفي قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في فيلنس تم اعتماد استراتيجية معدلة تقوم على مبدأ مفاده أنه بغد النظر عن نوع العدوان المرتكب لا ينبغي التخلي عن أي أراضي لمحتل ما ويحذرون بشكل مباشر من مسؤولية روسيا إذا حاولت شن هجوم على دول البلطيق بعد اندمام السويد إلى الحلف أصبح بحر البلطيق بحراً داخلياً لحلف شمال الأطلسي وإذا تجرأت روسيا على تحدي حلف شمال الأطلسي فإن كالينغراد ستكون أول من يتم تحيدها الاتهامات الكاذبة السابقة بأن روسيا محاطة بحلف شمال الأطلسي أصبحت الآن حقيقة واقعية ويؤكد الكريملين أن روسيا ليس لديها مصلحة جيوسياسية أو اقتصادية أو عسكرية في مهاجمة دول الناتو ومع ذلك لا يمكن الوثوق بموسكو فعشرية الرابعة والعشرين من فبراير من عام 2022 تحدثت القيادة العسكرية السياسية العليا كلمة بكلمة عن نفس الشيء فيما يتعلق بأوكرانيا إعداد لاريسا زوبينينكو لقناة يو اي تي في عربيا ترجمة نانسي قنقر